هنا القيادة السياسية المصرية عملت على كافة المحاور بيئة توازي وده الخيار الصعب وده اختيار في الحقيقة يحسب لقيادة السياسية المصرية ويحسب للإدارة المصرية عشان زي ما حرك تفضلت وذكرت الآن كنا ممكن بالفعل نشيد أن الدولة المصرية فقط حافظت على استقرارها والثمان سنوات الماضية بس كنا بنحافظ على استقرار الدولة المصرية وهنبتدي الآن البناء ولكن يمكن دي كانت رؤية استشرافية لأن المخاطر تغيرت أيضا يعني المخاطر الآن اللي بتواجه الدولة المصرية على صعيد الأمن القومي مثلا نعم الإرهاب جزئي فيها ولكن الخاطر الأكبر إيه؟ الأمن الغذائي وبالتالي أنت لو ما كنتش اشتغلت منذ بداية الثمان سنوات على البنية التحتية ومشروعات الأمن الغذائي وهنا عشان الناس كانت بتسأل هو ليه الجيش المصري كان بيساند الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي لأنه أحد مفردات الأمن القومي الذي ظهرت الحاجة إليه الآن وبالتالي أنت اشتغلت حتى على تغير المخاطر مش اشتغلت بس على المخاطر اللي كانت موجودة منذ ثمان سنوات ماضية ترجمة نانسي قنقر